فالغرض أن كل من له سبب يعد شريكاً في هذه الحوالث والذي يرتكب الحادث قد يكون مخطئاً وقد يكون السبب صاحبه متعمداً الله تباكه وتعالى رفع الخطأ والنسيان إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع الله عنهم الخطأ والنسيان لا يحاسبهم عليه مش معنى ما فيش حساب في الدنيا في الآخر لا يوجد حساب لكن في الدنيا يوجد حساب سنبينه هذه من النقاط المهمة لينبغي الناس تنتبه إليها لكن هناك أمر آخر هو لا يدخل فيه باب الخطأ إهمال الطريق إهمال هيئة المرور من تنظم الطريق والدير التخطيط والدير العلامات والدير التحليل عند المنعطفات إهمال المجالس البلدية عند اختصاص تعمل في الطريق وما أملتاش هيئة المواصلات العامة إذا كان من اختصاص الشيء وفرطت فيه هذا لا يدخل في الخطأ هذا يدخل في العمد الله تباكر وتعالى يقول وَلَا جُنَحْ عَلِيْكُمْ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا كِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُونَ وَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُونَ فكل من له علاقة بهذه الحوادث لا ليس السائق فقط وليس أبوه فقط وليس وزير المواصلات هذا من اختصاصي ولا الحكم المحلي ولا البلدية ولا المرور كل من له سبب فهو مشارك في هذه الحوادث ومشاركتهم عن عبد هذه مشاركة مشاركة إهمال وتفريط ليسر هذه شيء ليحفظ الناس يحفظ ممتلكاتها ويحفظ أموالها ويحفظ أرواحها ويفرط فيه فهم متعمد وهو ضامن ضامن لكل ما يتلفه من الأملاك والأرواح ومسؤوليته مسؤولية عمد كما قال تعالى وَلَا كِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ